أكد وزير الخارجية سامح شكر التزام مصر الثابت تجاه توفير كافة أوجه الدعم لتوصل لحل سياسي مستدام وجامع لكافة الأطراف اليمنية يحفظ وحدة الشعب اليمني الشقيق وسيادته وسلامة أراضيه ويستدد إلى المرجعيات الأممية ومخرجات الحوار الوطني اليمني والقرارات والجهود الخارجية والعربية ذات الصلة خلال اجتماعه مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني شائع محسن الزنداني وذلك على هامش اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية المنعقدة في المنامة شدد شكري على رفض تهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر كما أكد أيضا على موقف مصر الثابت إزاء دعم اليمن حكومة وشعبا والتطلع لتعزيز أطل التعاون الثنائي بما في ذلك من خلال استئناف عمل آلية الحوار الاستراتيجي بين البلدين برئاسة وزيري الخارجية هذا وقد حرص شكري على الاستماع إلى تقييم نظيره اليمنية لمستجدات الأوضاع في اليمن الشقيق وتهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر فضلا عن تقييمه للجهود الدولية والإقليمية الساعية للتوصل لحل مستدام للأزمة اليمنية وإرساء الهدنة والسلام في البلاد